بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدفس التاسع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام قد قدمنا البحث في الحلقات السابقة عن موضوع زكاة الأموال ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع زكاة الأبدان والمراد بها زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى زكاة الفطر لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه والدليل على وجوبها على المسلم الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وتدخل أيضا في عموم قوله تعالى وآت الزكاة وفي الصحيحين وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغ والرفث وطعمة للمساكين وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على فريضة الصيام وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا في حديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد وجنس ما يخرج وهو من غالب قوة البلد قرًا كان أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا أو أقطًا أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله وقتاتوه في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والدخن والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس من ليلة العيد ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين قد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين فكان إجماعًا منهم وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاءً لحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ويكون آثماً بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك من غير عذر ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونهم أن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون ويستحب إخراجها عن الحمل الذي في البطن لفعل عثمان رضي الله عنه ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرجه عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت عنه لأنها وجبت عليه ابتداءً والغير متحمل لا أصيل وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت وبدون إذنه لا تجزي ولمن وجبت عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو كان المخرج عنه في مكان آخر أيها المستمع الكريم نحب أن نسمعك كلاماً لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الوالدة في الحديث وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره إذ المقصود سد خلت المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث وأما إخراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه انتهى وقال شيخ الإسلام بن تيمية يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكهر العلماء وهو أصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء انتهى وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر لأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزي لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر قال الإمام أحمد لا يعطي القيمة قيل له قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا الحديث أيها المستمع الكريم ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد وكيله في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر وهذا مما يغلط فيه بعض الناس بحيث يودع أحدهم زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر فيجب التنبه له وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين